بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزان المشاهدين في كل بقاع الدنيا وهذه الحلقة الجديدة باسم العوقاية الجبارة تعالى نتكلم الاول المساجد لا تنقل العدوى لكن المصافحة والتقبيل ينقلوا العدوى صح كده ده من شخص مصاب يا جماعة الانفلوانزة انواع في انفلوانزة عادية شوية ترشح شوية بتاع وزور محتقن شوية دي انفلوانزة عادية دي اكتر من 90 في المئة من الحالات الحالات اللي هي المحولة والمتحورة دي بتبقى لها مناطق معينة وجاي منها ناس ده مكروب متحور يبقى مش في البلاد العادية يبقى المكروب المتحور ده جاي من مكان معين زي واحد جاي بكوليرا من مكان في كوليرا واد جاي بمرض السل من مكان فيه دارا او سل واحد جاي معك ابولا فيروس من منطقة مصابة ابولا يا جماعة شو المريش جاي بنين؟ يعني دايما ايه؟ شوف المريض جاي منين ولذلك لما مريض بيجيني المستشفى بسألوا انت كنت مسافر برة؟ اه طب كنت مسافر انا دولة دولة كذا في افريقيا او فاس طب الدولة اللي انت جاي ميادي كان فيها مرض معين يقول لك اذا كان منتشف فيها مرض كذا يبقى هو كده المريض ده دلني بالهيستوري بالتاريخ انا بفكر في الدولة دي كان عندها مرض ايه واحتماله الرجل ده عنده ايه؟ لكن كل الناس مصابة ده لانا انا عايز بس اقول لك علي احنا جوانا يا ابني الاف الميكروبات جوه الامعاء الاف الميكروبات وجوه المناخير الاف الميكروبات وعلى الجلد ملايين الميكروبات وعلى الشعر ملايين الميكروبات وانحنا عايشين معهم في مناعة يا ابني احنا اول حاجة بنقول الوضوء لكل صلاة يبقى هنغسل ودينا ووشينا كم مرة على قال اربع مرات هنغسل ودينا ووشينا الفجر لصلاة الصبح والدهر لصلاة الدهر لازم تتوضى والعصر لازم تتوضى حتى لو متوضي والمغرب لازم تتوضى حتى لو متوضي وما بين المغرب والعيشة ساعة ولا ساعة وتلت يبقى انت هتغسل وجشك على قل تلات اربع مرات في اليوم احلى من كده هتلاقي والوضوء على وضوء نور على نور مش دي هديتك للعالم مش اول عامل للوقاية هي غسل ايدين ولا انا بقول حقي غلط مش النظافة من الايمان ولا انا بقالف يبقى انا ما بقولش للناس سيبوا النظافة اللي عاوز ربنا يكرمه من احب ان يكسر خيره ويبارك له في رزقه فلا يتوضى اذا حضر طعامه عايز ربنا يحبك اخسل ايديك قبل الاكل وبعد الاكل لو ربنا بيحبك مش قادر تقوم وحسس بالحرج من دي المبلل وخسل ايديك كلام ده وحش تعال نبص كده بعد شوية الافلام وبعدين نرجع تاني نقول استغاثة الى جميع وقلاء العالم ارجو ان تترجموا هذا الى كل لغات العالم مين الاخطر وما هي وسائل العزل انا بس قبل ما اقول اخر حاجة في وسائل العزل كان فيه صلاة زمان عندنا كمسلمين اسمها صلاة الغيس يعني ايه صلاة الغيس يعني لما ربنا بيضيع علينا الرزق والسمى بتنشف والقبر بتنشف بنصلي صلاة اسمها ايه الاستسقاء صلاة الاستسقاء دي بنطلب من الله المطر ركز معايا لما استراليا اتملت حرايق لما استراليا اتملت حرايق ومش عارفين يطفوها بالطيارات عملوا ايه صلوا صلاة الاستسقاء نزل المطر غزير طفة الغبات سمعتوا عن الكلام ده ولا انا بيقلف اذا ان احنا لغاية دلوقتي ممكن نصلي ربنا صلاة استغاثة احنا نزل عندنا مطر كتير غرقنا ممكن نقوله حوالينا لا علينا يا رب نصلي صلاة استغاثة بنوصر في المطر مش يجيب المطر في صلاة الحاجة في صلاة تانية اسمها الكسوف والخسوف يعني ايه يعني مثلا لو الشمس اتمحها نورها خالص بالنهار وجي الامر غطاها وقعد الساعة ساعتين ما تظهرش بنصلي صلاة اسمها صلاة الايه الكسوف ها وساعات لان الامر اتمحها خالص فبنصلي صلاة الخسوف مش كده ولا ايه في علماء كتير ما يعلموش يعني كسوف وخسوف الاصد من الموضوع ان لما يلم بالامة خطر كبير وخطر كبير وكارثة كبيرة نعمل ايه نفر الى الله قال تعالى ففروا الى الله يبقى الايه ما بتوعنا بدل ما يقولون نسيبوا الجوامع وسيبوا المساجد والتف على بعض الكلام ده ما ينفعش حضرتك المفروض ان احنا بندي مناع البعض يعني من ضمن الابحث اللي عملناها ان احنا بنتقاوه في صلاة الجماعة يعني فيه استاذة عندنا عمل بحث جميل جدا خلى الناس بتصلي صلاة الجماعة اولا كان عنده ازمة قلبية الازمة دي بتيجي له زي ذبحة كده سكين في صدره بتقعد يجي تلت ساعة فهي جات لهوا ايمي قيمة صلاة جماعة اول ما قيمة صلاة جات الزبح لما وقفوا جنب بعض وتلمسوا كتف بكتف وقدم بقدم الزبحة راحت لما خلصوا صلاة الزبحة رجع فهو عمل رسمة قلب للناس اللي عندها مشاكل وقارزمية وعندها يعني انجينة وحاجات كده عمل لهم رسم قلب وبعدين بقى يجيب الرجالة جنبهم الراجل جنب راجل كتف بكتف وقدم بقدم فبدأت الزبحة تختفي وبعدين يبعد الناس الزبحة تظهر وهكذا اذا وجد ان توصيل الناس ببعضها البعض عن طريق الاكتاف والاقدام بيحصل نوع من التوصيل الكهرابي للقلوب فبتقوي بعضها البعض لو هو مريض مرض الكورونا فيروس اولا مش هيروح الجامعة اصلا لان الكورونا فيروس المتحور له اعراض الاعراض بتاعته رشح شديد صليت على النبي وسخونية وسفوكيشن يعني بيؤدي الى الاختناق التام ده عايزة تنقل المستشفى صليت على النبي فهو يعني مش هيجي كده يا جماعة انا عندي كورونا وممكن اي واحد في جامعة يا جماعة عندي كورونا والتاني وانا عندي مكارونا يعني مش هينفع الكلام ده انما زي ما اقولي واحد براسين يا جماعة انا براسين يعني انت مش محتاج تقول انت براسين يعني انا عايز اقوله ان ما فيش واحد ايجي الجامع عشان يصلي وهو حرارته فوق الاربعين ومخنوق ومحتاج يروح لعالم مركزة انا ارجوك بس عشان احنا ملخبطين الورق جامل انا كل الحكاية يا جماعة الشيطان يعدوكم الفقرة واموركم بالفحشاء والله يعدوكم مغفرة منه وفضة والله واسعون عليهم نسمع كلام مين ان دلوقتي الشيطان ملانة رعب انا كل ما عدي على حد مستشفى الناس متملت رعب ليه لصالح مين الرعب ده يعني انا عايز اقوله بس وبعدين لما تعطل الناس والمصالح والاقتصاد يقع وده المصلحة مين ده المصلحة مين حضرتك فالنا عايز اقوله ان العزل للناس المصابة بس الناس اللي جاي من المطارات فيه مستشفيات اسمها العزل اي حد شاك فيه تعزل والديكاتر اللي بتتعامل مع المرضى يجرالها ايه ما احنا بتتعامل مع المرضى كل الامراض اللي تخطر على بالك بنقول طبعا نعلم الناس ان فيه صلاة اسمها صلاة الغيس وصلاة قضاء الحاجة ان ربنا يرفع عنا البلاء مش ان احنا نطبل ونرقص ونقعد نغني ده مش شعوب مؤمنة خالص اللهم ارفع الوباء والبلاء والغلاء لازم المسلم كل سجد الله مرفع الوباء والغلاء مش كده ولا ايه انما انما انا ما وجعتنيش وبرقص وبغني واجيب لب وازدان عشان انا اخدين اجازة اجازة ايه واليا ساعة كبايتك قلت ابقى على خاطئاتك وتزجد وطول الدعاء وكل واحد في بيته واجعله بيوتكم قبلة بقرأ انا ولادي كل يوم جزء خرآن حتى ينتهي الوباء مش كده ولا ايه ولا نقعد نتفرج على افلام كل واحد شنا مسك المحمول دي كارثة ربنا جايب بلاء للناس وانت تقوله ما يهمنيش ايه الفجر ده يعني انا عايز اعرف ايه الفجر ده انت بعيد عن ربنا فطبعا مفروض نعلم الناس ان احنا ازاي نفر الى الله بالصلاة والدعاء وليس بالمحمول والحبس في البيوت وازقاس اللب والسوداني ده جنان فالاولاد والاطفال طبعا عندهم طاقة عالية جدا فيعودوا في البيوت هيكسروا الدنيا يعني من رحمة ربنا ان الاطفال كانوا بينزلوا لايه المدارس رحمة ربنا الاطفال تروح فين المدارس طب مفيش مدارس نوديها فين الاندية طب مفيش اندية نعادهم في البيوت ونربطهم بحبال ولا ندل كل واحد منهم محمول عشان يجيلوا سرطان بدل ما يجيلوا فيروس كورونا يجيلوا سرطان الوباء فرصة للصلح مع الله عز وجل ومع الناس وليس فرصة للقطيعة وليس فرصة للتفرق للمعاصر اي واحد الشيطان بيوس ويس له ان هو فاضي وبعدنا انا كان فيه رأيين مهمين اول اذا كان مرض كورونا او انتشار وابقى كورونا انتشار سياسي عملين يلحوا عليه عشان ينشروا في الدول عشان يوقعوا فكان بابي اولى ان اطباء او اساتذة الطب في كل كلية الطب بيعملوا في اجتماع القسبة او الاقسام او كزا رأي الاطباء ايه طب ده منظمة صحة العالمية قالت يعني العشر تنفار بتوع منظمة صحة العالمية هيسيطروا على العالم كله واحدة واحدة بس يعني انا عندي في كلية طب جامعة القاهرة سبع تلاف واحد ياخدين دكتوراه سبع تلاف واحد معاهم دكتوراه لو انا اخدت منهم الف واحد واجتمعوا على ان يقولوا للناس هيقولوا لانا بقولوا ده ولا هيقولوا كلام تاني وحاجة تانية مهم بدل ما انا اقول انه اجتمع المشايخ والائمة وقرروا عدم الصلاة في المساجد وعدم المصافحة وعدم صلاة جوة يعني بدل ما نقرر ده مش شوف النبي اعمل ايه ولا انا عم ناخد اوامرنا من اي حد هو الدين بتاعنا دين مناعة ووقاية ونظافة ولا دين قزارة وانحطاط ونقل عدوى مش عارفين نقدم ديننا للناس احنا ايه ناس بتسقف احنا بنسقف معها بنطبل بنطبل معها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى